ما حكم الشخص الذي يتدين هذا التدين المخشوش إذا لم يكن منافقا على الحقيقة؟ نعم، إذا لم يكن منافقا فأمره إلى الله إذا غلبت حسناته سيئاته وتفوقت عشراته على آحاده فرحمة الله واسعة لكن المصيبة بأنه يغره بالله الغرور مثال ذلك ما حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابي أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار هذا كان تدينه مرشوشا يعني يحرص على الصلاة والصيام والصدقة هذه حسنات لكن في مقابل ذلك غرق في أذى الناس فيضرب ويشتم ويأكل المال الحرام ويسفك الدم الحرام ثم بعد ذلك يظن أن تلك الحسنات ما حية وأنها مكفرة يأتي يوم القيامة فإذا حسناته إلى جانب سيئاته ما تساوي شيئا فهذا كان تدينه تدينا مرشوشا لا